اختتمت فعالية مهرجان البحرين المسرحية الثالث بحضور معالي الشيخ راشد بن خليفة الخليفة رئيس المجلس الوطني للفنون وعدد كبير من الفنانين والمبدعين والجمهور هذا وقد أكد رئيس المجلس الوطني للفنون أهمية المسرح باعتباره أبو الفنون ودوره في تجزيد الواقع الثقافي والاجتماعي للمجتمعات مشيدا في الوقت نفسه بالدور الرائد الذي يلعبه المسرح البحريني في إثراء الثقافة المحلية آملا استمرار هذا التقليد الثقافي وتوسيع نطاق المشاركة ليشمل فرقا دولية مما يسوم في تعزيز مكانة البحرين كمركز ثقافي في المنطقة من جانبهم أكد المشاركون بالمهرجان على دور المهرجان في إثراء المشهد الثقافي البحريني وأهميته كمنصة للفنانين المحلين لعرض أعمالهم وتقديم إبداعاتهم قد شهد الحفل تكريم الفائزين بعدد من الجوائز التي تضمنت أبرز الأعمال المسرحية والمواهب الفردية تقديرا لجهودهم وإبداعهم